أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي يانس ستولتنبرج أن أي هجوم متعمل على البنية التحتية لحلفاء الناتو سيقابل برد قوي وحازم وقال ستولتنبرج إن جميع الدلائل والمعلومات المتوفرة لدى الحلف تفيد بأن ما حدث من تسرب للغاز بخط الأنبيب نارستريم وقع نتيجة عمل متعمد مؤكدا أن حلفاء الناتو ملتزمون بالردع والدفاع عن الاستخدام القصري للطاقة من جانب جهات حكومية وغير حكومية أعلنت قوة حرس السواحل السويدية اكتشاف تسرب رابع للغاز من خط أنبيب نارستريم وقالت المتحدثة باسم خفر السواحل السويدي إن اثنين من مواضع التسرب الأربعة يقعان في المنطقة الاقتصادية الخالصة للسويد فيما يقع الآخران في المنطقة الاقتصادية الخالصة للدنمارك مع استمرار التحقيقات والاتهامات بشأن الجهة المسؤولة عن تسرب خط أنبيب الغاز نارستريم قبل أيام أعلنت السويد حدوث تسرب رابع للغاز من الخط الذي يصل بين روسيا وألمانيا ويمد الدول أوروبا بالغاز الروسي المتحدثة باسم خفر السواحل السويدي أوضحت أن اثنين من مواضع التسرب الأربعة في المنطقة الاقتصادية الخالصة للسويد أما الآخران فيقعان في المنطقة الاقتصادية الخالصة للدنمارك وفي رد فعل قوي أكد الاتحاد الأوروبي اشتباهه بوجود عمل تخريبي وراء تسرب الغاز من خطوط الأنابيب الروسية أسفل سطح البحر إلى أوروبا ووعد برد قوي على أي تعطيل متعمد للبنية التحتية للطاقة الرأي نفسه كان لرئيسة وزراء الدنمارك التي أكدت أن تسرب الغاز الكبير الحاصل في خطي الأنابيب نوردستريم 1 وتو في بحر البلطيق ناجم عن عمل متعمد وليس حادثا التسرب الذي لم يعرف سببه في موقعين من خطي الأنابيب نوردستريم 1 الذي يربط روسيا بألمانيا في بحر البلطيق لاقى ردود فعل متشابهة بما فيها الكريم للنفسه الذي لم يستبعد أي فرضية بما فيها الأعمال التخريبية خلال الأشهر الماضية كان لخطي الأنابيب نوردستريم 1 وتو تأثير قوي على معظم دول أوروبا حينما أعلنت موسكو وقف إمدادات الغاز فيما رد الغرب بفرض المزيد من العقوبات من جهتها قالت الخارجات الروسية أن حوادث تسريبات أنابيب خطوط نوردستريم وقعت في المنطقة الاقتصادية الخالصة للدنمارك والسويد والتي تسيطر عليها بالكامل وكالات الاستخبارات الأمريكية وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا أن المسؤولين في الولايات المتحدة أكدوا منذ فترة خلال العام الجاري أن خط نوردستريم 2 لن يدخل الخدمة أبدا وطالبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية بأن يصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن ردا على ما إذا كانت واشنطن قد نفذت تهديدها بشأن خطوط الأنبيب يومي الأحد والإثنين الماضيين قال رئيسه لجنة الطاقة بمجلس الدوم الروسي إن إصلاح الدمار في خطي أنبيب الغاز نوردستريم 1 ونوردستريم 2 قد يستغرق أكثر من 6 أشهر من جنيبه أكد مسؤول بالاتحاد الأوروبي أنه من المتوقع أن تبحث قمة الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل الهجوم المتكرر على خط نوردستريم أعلنت رئاسة روسية أن موسكو ستصادق غدا الجمع على ضم مناطق أوكرانية تسيطر عليها خلال مراسم تقام في الكريملين وقالت ناطق باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إن مراسم توقيع اتفاقات ضم الأراضي الجديدة إلى روسيا ستقام في الكريملين غدا وأشار إلى أن رئيس فلاديمير بوتين سيلقي خطابا بهذه المناسبة أعلنت قوات الدفاع الأوكرانية تدمير ثلاثة أنظمة صواريخ روسية من تراز S-300 باتباه منطقة زابوريجيا وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن قواتها تمكنت من صد هجمات للقوات الروسية بالقرب من مجموعة من المستوطنات وأضف البيان أن القوات الجوية الأوكرانية شنت 16 ضربة من أجل توفير الدعم للوحدات البرية أهلا بكم من جديد أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة مليار ومئة مليون دولار في الوقت نفسه تقدم ألمانيا معلومات استخباراتية بشكل يومي لكياذ تشمل صورا عبر الأقمار الصناعية ومعلومات عن مواقع تمركز روسية تم الحصول عليها من اتصالات تم اعتراضها تواصل الدول الأوروبية والولايات المتحدة دعم أوكرانيا على مختلف الأصعدة خاصة في ظل الإجراءات الروسية الأخيرة واقتراب انضمام أربع مناطق أوكرانية إلى روسيا الولايات المتحدة من جانبها أعلنت عن مساعدات عسكرية جديدة للجيش الأوكراني بقيمة مليار ومئة مليون دولار أمريكي بهدف تعزيز قدرة كييف العسكرية حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة تشمل تعزيز القدرات الدفاعية الأوكرانية على الأمدين المتوسط والطويل حيث تتضمن بشكل خاص سمان عشرة رقم الصواريخ من طراز هيماريس التي تتميز بدقة الإصابة فضلا عن مائة وخمسين عربة مصفحة ومائة وخمسين آلية لنقل السلاح ورادارات وأنظمة دفاع مضادة للطائرات المسيرة وبهذه الحزمة الجديدة وصل إجمالي ما قدمته واشنطن من مساعدات عسكرية لكييف إلى الستة عشر واثنين من عشر مليار دولار منذ بدء العملية العسكرية الخاصة الروسية في الرابع والعشرين من فبراير الماضي أما ألمانيا فتقدم معلومات استخباراتية بشكل يومي لكييف تتضمن صورا عبر الأقمار الاصطناعية ومعلومات عن مواقع تمركز روسية تم الحصول عليها من اتصالات تم اعتراضها كما أكد المستشار الألماني أن بلاده لن تتوقف عن تقديم دعم سياسي ومالي وإنساني ملموس لأوكرانيا وكذلك في الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها بما في ذلك إمدادات الأسلحة أوكرانيا تطالب بزيادة كبيرة من المساعدات العسكرية الغربية لها خاصة الدبابات والطائرات المقاتلة والمدفعية بعيدة المدى بالإضافة إلى أنظمة الدفاع الجوي والأخرى المضادة للصواريخ من أجل تعزيز قدراتها لمواجهة الأزمة مع روسيا ترجمة نانسي قنقر